اهلا بكم عدنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي الى اكثر من 5300 وكانت علانة وزارة الصحة استشهاد 436 فلسطينيا بينهم 182 طفلا في الضربات الاسرائيلية على غزة خلال ال24 ساعة الماضية مشيرة الى ان اغلب القتلى سقطوا في جنوب القطاع كما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية ان عدد شهداء غارات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة خلال ساعات الليل فقط وصلوا الى 140 شهيدا واثدت مصادر فلسطينية بالقطاع بان طائرات حربية اسرائيلية دمرت بناية سكانية في مدينة رفح ما ادى الاستشهاد 48 مواطنا كما اصيب العشرات ببروحا واضفت المصادر ان الطائرات الحربية الاسرائيلية قصفت منازل في منطقة تال السلطان برفح ومنزلا مأهولا بالسكان في بلدة بيت لهيا شمال قطاع غزة ما اوقع شهداء وجرح في صفوف المواطنين تم نقلهم للمستشفى الاندونسيين من جانبه اثاد جيش الاحتلال الاسرائيلي بان قوات برية نفذت مدهمات محدودة بغزة والبحث عن الرهائنة نقلا عن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قوله بان 308 جنود قتلوا منذ هجوم الفصائل الفلسطينية في 7 اكتوبر الجاري وطلبت اسرائيل من قبل سكان غزة باخلاء الجزء الشمالي من القطاع وكانت قوات الاحتلال نفذت غارات جديدة على قطاع غزة اصفرت عن عشرات الشهداء والمصابين واستهدف الاحتلال الاسرائيلي مدرسة تابع للانروا في رطح تؤوي نازحين بعدة قذائف صاروخية وفقا لما نشرته قناة القاهرة الاخبارية في وقت سابق افادت وكلة الانباء الفلسطينية وفى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت فجر اليوم بلدة برقة شمال غرب نبلس وان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الغربية من بلدة برقة وسط اطلاق نار كثيف وعمليات تنشيط في المنطقة وكانت ايضا افادت وكلة الانباء الفلسطينية وفى بسقوط 23 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال واصابة اكثر من 45 على الاقل بجروح مختلفة وخطيرة نقلوا الى مستشفى ناصر جراء الغارات الاسرائيلية التي استهدفت العديد من منازل المواطنين ومحطة للوقود وسط وشرق خان يونس كما قتل اكثر من 30 مواطنا واصيب العشرات في قصف اسرائيلي مماثل استهدف العديد من منازل المواطنين المأهولة في محافظة رفح جنوب القطعة واكدت الوكالة ارتفاع حصيلة الشهداء من الفلسطينيين الى 5300 واصابة اكثر من 15273 مواطنا بجروح متفاوتا غالبياتهم من الاطفال والنساء وكبار السنة ومازال نحو 1500 من المواطنين تحت انقاض المنازل التي تعرضت للقصف منهم 630 طفلا كانت هذه ابرز التفاصيل والمستجدات الخاصة بالحرب في غزة واستمرار العدوان الاسرائيلي لليوم الثامن عشر على التوالي شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء